القصة مش قصة شهرة أو حب جمهور أو يعني بروباجاندا أمتك الحقيقية بتيجي من علمك ومن إخلاصك ومن مشوار نجاحك ومن أخلاقك ومن طريقة التعامل بتاعتك مع الناس وده باختصار شديد جدا من مواقف كتير قوي قوي تشوفها في قيمة اسم ثابت البطل نهاردة بنفتكر الحقيقة يعني ذكرى ميلاده 16 سبتمبر سنة 53 وزي ما أنا قلت في البداية يمكن رحل عن عالمنا من حوالي أكتر من 18 سنة فبراير 2005 لكن يظل نهاردة بمجرد ذكر اسم ثابت البطل مع أي شخص عصره اتعامل معاه كان زميل ملعب كان لعب في نادي الأهلي وهو مدير كرة إلا هو تسمع حالة حب كلام بيعبر عن حالة حب حقيقية وارتباط حقيقي باسم ثابت البطل وإحنا بنفتكروا النهاردة بيساعدنا طبعا يكون معنا واحد من كابتن نادي الأهلي الكبار كابتن فتحي نصير بشرفنا النهاردة في السادسة بسأخير يا كابتن فتحي بسأخير يا كابتن فتحي أنا عرفت معلومة على الهواء دلوقتي أو قبل ما ندخل الهواء أقول إنه كابتن فتحي هو اللي اكتشف كابتن ثابت البطل وهو اللي جابه من نادي الحومدية كان بيلعف في نادي الحومدية في السكر حومدية زيك الأول كابتن فتحي في النور الدنيا زي صحيح تك تمام الحمد لله بقوله تمام الحمد لله الحمد لله ثابت البطل خصة بدأت مع كابتن فتحي نصير لا رجل يعني شخصية من صغره تشهر أن ده فيه برومسينج أو حاجة له مستقبل كبير مبشرة مبشرة لكورتر خدم هو جاي ونعمله الاختبارات ونشوط عليه كده وكان أيام ميستر جاي يختبر جول كيبر جبناه لا يعني اعنا شايفينه وجبناه النادي فميستر ديكوتي بقول بقى شوف أنا بشوط عليه وهو من اللعيبة اللي ما يحبوش يترمو يعني ما كانش بيترمي يعني يجيب لك الكورة بقى في أي زاوية تشوط عليه من أي حتى جيبها أول زاوية لما كنت جيب مثلا إكرام واجيب ثابت ثابت يطلع لبس البادلة شيك ما توسخش منزلش إكرامي أوبي يجيبها بس لازم يطير عليها وينزل وكده تفارق بين الستايل بين الاتنين لكن شخصية محترمة وشخصية يعني أثرت الكورة المصرية والنادي الأهلي بأخلاقه مبادئه وبأداءه لما كان في منتخب مصر لأنه ضربتهم في النادي وضربتهم في منتخب مصر بس قصة حبه وانتماءة للنادي الأهلي يعني الكل أجمع عليها يعني مشواره كله أنا قلت حتى الغاية يمكن آخر لحظات حياته وهو ظروف مرضه عارف طبعا أنه في أيام الأخيرة كان تعبان جدا ورغم كده كان عنده إصرار أنه يعني يقوم بدوره أو أنه يكون موجود لآخر لحظة وأن بدأت كابن أحمد من صغره وهو لعيب كان يجي بدر النادي ويخش يجهز مكان المرمى بتاعه يعني اعتبر بيته اللي يشوف الأرض يشوف حصوة تشال يشوف كده رغم أن فيه رعاية في النادي إنهم يشوفوا الكلام ده في الصيانة لكن هو يعمل الكلام ده ويصلي وينام الظهر ويستنى التمرين تروح تصحيح جاي واحد يعني بيعشق كرة القدم ويعشق النادي الأهلي صحيح ربنا يرحمه ويغفر إليه وزي ما بقول كده في ناس سيرتها دايما نصعة البياض والواحد سيرا في الأول والآخر نعاردة لما بتكلم مع أي حد من زمال يعني طبعا بقابل طبعا كتير من نجوم النادي الأهلي اللي كانوا بلعبوا أيام مع كابتن سابت في الملعب أو اللعيبة الجيلة اللي بعده اللي هو كان مدير كرة لما كان مدير كرة يعني قصص وحكايات عن سابت البطل ويمكن الناس تكونوا قدر هو كان شكله ملامحه كده كان شكله يعني ممكن يبقى جد شوية زياد عن الزم صعب شوية قاصي شوية بره تشعر به في حياته إنك تستمتع بعدته النقطة والكلام بالزبط والناس كده يقولي ده كان دمه خفيف جدا ويحب الهزار جدا يعني من الناس ما تقدرش بقولك انت فكرتيني بي والواحد يعني بيفتكر حاجة غالية على واحد وغالية علينا وغالية على النادي الأهلي لكن بدعوله بالرحمة ويكون فيه في مكان حسم الله طبعا أكيد طيب